اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذه الآية المباركة تشير إلى ثلاث من الصناعات الخمس في المنطق ألا وهي البرهان والخطابة والجدل لأن الصناعات الخمس البرهان والخطابة والجدل والشعر والمغالطة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمة البعض قالوا أنها المقصود بها الدليل القاطع الدليل العقلي الدليل الذي لا وبار عليه لا شك فيه المسمى بالبرهان كما في الآية المباركة أما المغالطة فهي الدليل القطعي ولكن لإثبات أمر باطل يعني ظاهر الدليل قاطع يوجب القاطعة ولكن صورته الحق وواقعه الباطل فهذا باطل يعني صاحب الحق لا يحتاج إلى أن يستعمل صناعة المغالطة وكذلك لا يثبت الحق صناعة الشعر صناعة الشعر لإيجاد انفعالات نفسانية في الإنسان الشعر يعني الكلام الجميل الذي يؤثره في الإنسان تأثير انفعالي يتأثر بهذا الكلام أما أنه يثبت الحق ويبطل الباطل خارج عن إطار الشعر لذلك هذه الأمور الثلاثة من المهم التقيد بها أما البرهان فهو دليل قطعي لأن فيه مادة والصورة الصورة القياس الأشكال المادة هم يجب أن تكون من اليقينيات اليقينيات بأقسامها الستة فطريات مشهورات حدسيات المذكورة في كتب المنطق البرهان جيد جدا ولكنه بعيد عن أذهان عامة الناس البرهان يحتاج لتأمل الصورة المادة البرهان عموما يستعمل في القضايا التكوينية الكونية المهمة القضايا النظرية عامة الناس ما يستوعبون البرهان فإذا تريد تخاطب الناس تخاطبهم بالبرهان ما يعتقدون ما يحصل عندهم علم اليقين أو عين اليقين وإنما كنظريات يمكن يسمعوها صحيح الخاصة أهل الفاضل أهل العلم يتأثرون بالبرهان والبرهان هو أكوى الأدل سواء كان بدليل الإن أو بدليل الليم فإذا البرهان ليس شغل عامة الناس وما ينفع عموما لعامة الناس لإثبات الحق جيد الأمر الثاني الخطابة الخطابة أمر جيد إلا أن الخطابة ليس دليل قطعي الخطابة دليل ظني معتبر الخطابة يعني تتخاطب عامة الناس اللي في الآية المباركة قد يكون المقصود بالموعظة الحسنة الخطابة قد يكون هكذا استوحى البعض من هذه الآية أن المقصود بها الصناعات الثلاث الغرض من الخطابة شنو إفهام الناس وطبعا هو من هذه الناحية الخطابة تعمو الجميع يعني عبر الخطابة عبر الموعظة الحسنة هو واحد يمكن أن يخاطب كل أصناف الناس من له درجة رفيعة من العلم أو الناس العوام العاديين يتأثرون بالخطابة وهذه هي الموعظة الحسنة الخطابة دليل ظني كما هو مذكر في المنطق أما الجدل فهو أيضا لعامة الناس الجدل ينفع عامة الناس مو لجماعة دون جماعة مو مثل البرهان اللي هو يختصه بصنف خاص من الفضلاء من العلماء لو الجدل إنما هو لإفحام الخاصم لإسكات الخاصم مقصود الجدلي إفحام الخاصم وإسكاته أن يقف أمامه هذا الخاصم بماذا؟ بقضايا قطعية هي مسلمة عند من؟ عند الخاصم فتأخذ بعض القضايا القطعية وهي مسلمة عنده وبهذه القضايا المسلمة عنده تفحمه تسكته يمكن هذا الإسكات يؤثر عليه إنه لما يشوف أنه أصبح بلا دليل في المناظرة أصبح بلا دليل إن أفحمته بمقدمات قطعية فالنتيجة تكون قهرا قطعية ثابتة فعندما يسكت إما أن يتأثر هو ويرفع اليد عن عقيدته الفاسدة وإما أن لا يتأثر هو الباقون يتأثرون يرون أن الحق مع فلان هذا عمل الجدلي من يقومه بالجدل لذلك طبعا في الجدل هو إثبات ماذا؟ أمور قطعية قد يراد به الجدل الحق وقد يراد به الباطل الآية المباركة تشير تقول الجدل على الباطل هذا مرغوب عنه والجدل بالتي هي أحسن مرغوب إليه يعني الجدل لازم يكون في موضوع الحق أما واحد يتكابر على الحق يريد أن يجادل لأن هذا ما ذكره وقد يحصل في محافلة أهل العلم والطلبة أن يصر على رأيه الباطل ويستشهد به هذا الدليل وذاك الدليل جدلا هذا مو الجدال بالتي هي أحسن هذا هو الجدال المنهي عنه لإثبات الباطل أما الجدال فالآية المباركة تقيده بالقسم الثاني لأنه مو هدف الجدل إثبات الحق الواقعي الاستناد إلى قضايا قطعية لإثباته ما أريد إذا ما أريد حق أم باطل هذا أمر آخر فالآية المباركة تقول بالتي هي أحسن البرهان لإثبات الحق الحقيقي الواقعي لذلك البرهان إنما يستفاد لإثبات الحق أما الجدل فيمكن أن يقوم الإنسان به لإثبات الحق أو لإثبات الباطل فلذلك من المهم جدا لطالب العلم أن يتقيده بأن يكون الجدل بالتي هي أحسن إذا شف في مكان أنه تأثر ينقل عن بعض العلماء أنه كان مصافر دخل إلى مدينة من المدن عند كبير أهل تلك المدينة من العلماء أكبر عالم في هذه المدينة دخل عليه أحد العلماء من الزوار فناقشه في مسألة والظاهر أن عالم البلد غلبه الظاهر هكذا كان فبعد أن انفض الناس قال له العالم المصافر الوافد أن هذا دليلك كان فيه هذا الإشكال الدليل اللي أقمته لإثباته مدعاك كان فيه الإشكال هذا العالم أهل البلد شوي يفكر قال كلامك صحيح والحق ما ذهبت أنت بس ليش الآن تقول قال أنا هنا أنا أجيت وأنت كبير أهل هذا البلد ما أريد أن أفحمك أمام جماعتك بالنتيجة اللي يعتقدون بك يصلون خلفك أنا مو هدفي أنه أجي هنا بالنتيجة أثبت عضلاتي العلمية وإنما هدفي أن نصل إلى مثلا المسألة نناقش مسألة علمية فقهية أصولية ونصل إلى النتيجة هذا الهدف فلذلك أن أأتي وأفحمك في مجلسك هذا مو من شأن أصحاب الشيام وأصحاب المرؤة بس أشرته إليك حتى لا تفتي حسب هذا الدليل الباطل فهكذا كان أما الجدل الذي يأتي ويريد أن يثبت الباطل وهو يعلم أنه باطل ويصر عليه فهذا خبط عن جدل بالتي ليست بأحسن وهو منهي عنه طيب هذا الموضوع الأول إذن الجدال بما هو جدال إن كان بالتي هي أحسن مطلوب شرعا مو منهي عنه ومن أسباب تأليف كتاب الاحتجاج اللي هناك بعض المقدمات قبل أن نبدأ نذكرها إن شاء الله هو هذا الأمر أن البعض تصور بأن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام هؤلاء إنما نهوا عن الجدل قالوا الجدل ما موجود التتريج جيب الدليل القطعي البرخاني أما المجادلة فهي أمر مرغوب عنها فيقول أنا إنما ألفت هذا الكتاب لأثبته أن المجادلة بالتي هي أحسن أدعى إليها الله عز وجل في القرآن الكريم والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله استعمل الجدال بالتي هي أحسن والأئمة المعصومين إلى الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هؤلاء كلهم كانوا يجادلون بالتي هي أحسن إذن الجدال أمر مطلوب لإثبات الحق الواقعي هذه هي النقطة الأولى هنا أسئلة قد ترت السؤال الأول بالنسبة إلى هذا الكتاب الشريف كتاب الاحتجاج أشكل البعض بأن هذا الكتاب مجموعة مراسيل يعني لم يذكر المؤلف السند بينه وبين هذه الروايات إلا ما نقله عن تفسير الإمام الحسن العسكري فقد ذكر السند وتفسير الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة وأسك السلام أيضا في نسبته للإمام عبر سند فيه بعض المجاهل فإذا هذا الكتاب كتاب مو معتبر البعض وثاقة خبرية هي جزء يمكن الروايات مو كلهم ثقات بعضهم مجاهل ما نعرفهم أو لا نرسل الرواية ولكن هناك طرق أخرى أيضا لإثبات صحة الرواية أو لإثبات الوثاقة الخبرية شنو من الطرق؟ قوة المضمون من الطرق أيضاً لكن إحدى الطرق للوثاقة الخبرية قوة المضمون من يقدر كلمة يجيب مثل الروايات نهج البلاغة؟ جيبوا واحد أحد العلماء ممن يؤلف عن أمير المؤمنين كثيراً يقول إحدى دور الناشر في بيروت اللي صاحب الدور هذا رجل مخالف ليس بجعفري شيئي يقول قال وهو يطبع كتبي استشكل علي قال بعض الوهابية قالوا بأن فلان يأتي بروايات علي من أبي طالب على تعبيري عليهم السلام ولا يأتي بروايات عمر وأبي باكر وعثمان ليش هذا بس كتبه في روايات أمير المؤمنين يقول قلت له أجبهم بأن وأئتوا برواية واحدة عن عمر فيها مضمون مرتفع أنا أذكره أئتوا برواية عن أبي باكر عن عثمان أنا أجيبه في كتبي ما عتمشي فإذن هو قوة المضمون من يقدر مثل نهج البلاغة يجيب؟ قصار الحكم اصنعه أديب خليه أديب يصنع مثل قصار الحكم بهالمعنى والمضمون المرتفع فإذن قد يكون قوة المضمون دليل على الوثاقة في الخبر هذا طريق الشهرة يذكر أكثر العلماء بأن الشهرة بأن الشهرة بأن الشهرة الرواية لا أقل أو الشهرة بأقسامها الثلاث تدل على الوثاقة في الخبر وإن كان الرواية التواتر يعني روايات عدنا عشرين رواية كلها مرسلة طبعا البعض يشترطون في التواتر وجود رواية معتبرة سندا البعض الآخر ما يشترط في التواتر وجود رواية معتبرة سندا يعني عشرين رواية مرسلة في أبواب متعددة عبر أشخاص مختلفون هذا يتسبب القطع للإنسان كيف الرواية غير المرسلة الرواية غير المعتبرة اعتبادها توجب القطع هذا ما يذكره العلماء أقول البعض يشترط أن تكون رواية واحدة أقلا قطعية السند يعني موثقة عبر المخبرين وباقي الروايات وإن كانت مرسلة ولكنها تعاضد هذه فتصنع التواتر ولكن هذا مبنى عموما شاذ لا يلتزم به الأكثر فإذن الشهرة توجب الوثاقل الخبرية أيضا المطابقة مع الدليل القطعي يعني إذا فد رواية تطابق القطع والقطع هذا لا شك في عجيته الذاتية هذه الرواية إذن تكون حجة وإن لم يكن مخبريها من الثقات أو لا نعرفهم من المجاهل أو رواية مرسلة الرواية التي تطابق الدليل العقلي الدليل العقلي القطعي رواية مطابقة للدليل العقلي هذا أيضا هذه الرواية تكون معتبرة بعض القضايا قياساتها معها يذكرون في الفطريات من اليقينيات في الصناعات الخمسة هناك بعض القضايا تصور الموضوعه وتصور المحموله وتصور النسبة بينهما يوجب ماذا؟ يوجب القطع بالنتيجة ولو بعد التأمل مثل الاثنان نصف الأربعة هذه قضية بديهية واضحة ولكن تحتاج إلى أن يعرف الإنسان هناك فد واسطة خفية أن الأربعة تنقسم إلى الاثنين ومثلها صحيح؟ فالاثنان يكون نصف الأربعة من المذكور هو في المنطقة فإذن مو كل الطريق على السند السند جيد ومهم غير أنه كثير من الروايات اللي هي قطعية السند أغلب العلماء إن أعرضوا عنها فمبنى الأغلب بعدم اعتبارها يعني رواية قطعية السند ولكن لم يعمل بها العلماء لجهة من الجهاد فالله لا يعتمدون عليها لأن الشهرة جابرة كاسرة على مبنى الأكثر هذه أيضا من الطرق وأيضا إذا كانت هناك قراءة مكتنفة برواية قراءة متعددة مكتنفة برواية هذه توجب ماذا؟ توجب حجية هذا المضمون ومنها المطابقة للإجماع رواية هي إجماع العلماء قام على مضمونة هذه الرواية هذه الرواية وإن لم يكن لها سند معتبر لذلك بعض العلماء بالنسبة إلى كتاب الاحتجاج يقول هذه مما توافق العاقل الروايات الموجودة في الاحتجاج يعني واحد دمان يجي يشوف الروايات المختلفة في المناظرة حتى وإن لم يكن لهذه الروايات سند مثلا متصل معنعا وإنما مرسل يشوفه قضايا تطابق العقل تطابق القضايا الأخرى القطعية لا داعية للتشنيع على أمثال هذه الكتب مثل ما شنعوا على نهج البلاغة البعض هذا المبنى أن نحدد الاعتبار فقط في السند هذا مبنى غير مرضي عند أغلب العلماء هذا أيضا ملاحظة فملاحظة الماتن أهم من ملاحظة السند لأن السند يمكن أن يجبر ضعفه بطرق مختلفة أما الماتن إذا كان ضعيف إذا كان مخالف للكتابة والسنة إذا كان مخالف للمتواترات فهناك يجي الملاحظة على الماتن أن هذا الماتن غير مقبول هذا أيضا مما يؤيد هذا الكتاب مضافا إلى اعتماد جمهرة من العلماء على هذا الكتاب على كتاب الاحتجاج وإن شاء الله سنذكر في الليلة الآتية إن شاء الله بعض الكلمات عن العلماء الذين اعتمدوا على هذا الكتاب الشريف وبعد ذلك أيضا هناك بعض الاستفسارات الأخرى عن مؤلف الكتاب من هو؟ لأن هناك حصل الخلط عن مؤلف الكتاب وأن هذا لا يضر أيضا في المادة والمضمون وإن شاء الله نتطرقه إلى بعض الأسئلة الأخرى والاستفسارات الأخرى في هذا الكتاب في الليلة المقبلة هذا وصل الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر